مرحبا اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة برو جرا جايمر. اليوم بدي احكي عن بورت فوروردينج. حكيت عنا قبل اه ضمن سلسلة اه بعتقد الدرس الخامس. كيف نعمل بورت فوروردينج ولكن كانت شوي مبهمة عند بعض الاشخاص. اليوم انا نحكي عنا بشكل مبسط وسهل جدا. كيف نعمل آآ داخل الراوتر طبعا لحتى نستخدم بالاختراق الخارجي او نبعث هيدا لشبكة تانية وتفتح السشم بشكل طبيعي. تابعني بهيدا الفيديو. طيب. مثل العادة عم نشتغل على المشين طبعنا اللي هو نسخة عشرين واحدة وعشرين فاصلي اربعة. وعلى جهاز الويندوز بالمقابل عنا عنا جهاز اندرويد مشغلينه لحتى نعمل عليه هيدا التجربة. هنعمل آآ بيلود اي بي كي فايل نبعثه على الاندرويد اللي هو يشابكة على شبكة تانية خارج الشبكة الاساسية او الشبكة اللي عم نشغل فيها على الكالي ونشوف هل ساشن هتفتح. وهيشتغل كل شي بشكل طبيعي. طيب. اول شغل ان احنا بحاجتها لنعمل اول شي بننفوت على الراوتر طبعا. هنفوت على الراوتر باستخدام الديفولت جيتوي. هننزل على شي اسمه ننزل على ممكن هايدي التسميات تكون مختلفة بين راوتر وتاني ولكن آآ المبدأ او الهدف نفس الشي ممكن تفتش عليا عن طريق الجوجل او تكتب لي بالكومنتس واني بقل لك شو نوع الراوتر تبعك وممكن تلاقيها. في مشكلة وحيدة انه ممكن او الانترنت سيرفز بروفايدر اللي عم اقدم لك الخدمة خدمة الانترنت يكون موقف اا الراوتر اا او عند تبعو له باختصار لانه هي انت مسلا عم تفتح هون هيدا البورت او هيدا الخاص بهايد بهايد الصفحة على بورت ايتي اوكي نحنا فينا نعمل هيدا البورت ايتي هلا يعني نحنا هون عم نفتح في عنا آآ بورت ايتي مفتوح بقلب الشبكة لانه عم نشتغل على صح؟ فينا نخلي هيدا مع البورت ايتي يشتغل على آآ شبكة غير الشبكة طبعا يعني تفتح هيدا صفحة الانترنت او صفحة الخاصة بالراوتر تفتح برات الشبكة تبعنا كيف عن طريق الببليك اي بي اوكي هلا هنحكي عنهم بالتفصيل هنحكي عنهم شوي شوي اللي هتتوصل الفكرة بشكل واضح طيب اول شغلة منا نعمله نحنا قلنا انه هيدا البيلود منا نخلي يشتغل خارج الشبكة تبعنا اوكي طيب هنروح على الفوروردينج قلنا هنعمل طيب نحنا لما بالام اس اف فينوم شو منكتب منكتب البيلود تبعنا اه بنحط الاي بي تبع الجهاز بنحط البورت اللي بنختاره صح طيب نحنا اه البيلود اللي بنا نعمله على اي بورت بالعادة بنعمله على بورت اربعة اربعة اوكي خليها نحط اربعة اربعة هن الاي بي ادرس الاي بي ادرس هو الاي بي الخاص بالكالي ليه لانه نحنا من الاي بي تبع الكالي يطلع خارج الشبكة تبعنا لحتى يتلقى او يصير فيه اتصال بينه بين اي جهاز خارج الشبكة فحنحط اي اف ونشوف الاي بي الاي بي متل ما شايفين وان ناين تو وان سكس ايت زيرو وان فايف لكن حنروع على الراوتر حنحط وان ناين تو وان سكس ايت زيرو وان او فايف اوكي انترن البورت نفس الشي اربعة اربعات بروتوكول خلي اول حنخليها متل ما هي ما حنختار نعرف الاتش تي تي بي بورت ايتي تلنت بورت تلاتة وعشرين وهلو مجرع نحنا هنترك لان اخترنا نحنا بورت اللي مننا اياه اللي هو اربع اربعات هنعمل سيف اوكي عملنا سيف فتحنا بورت اربع اربعات داخل الراوتر طبعا تمام هلأ هنروح على الكالي اوكي اوكي هنجي على الكالي وحنعمل البيلوت طبعنا البيلوت طبعنا متل عادية مأسف فينوم اندرويد متربتر ريفرس تي سي بي وعندنا الالبورت اربع اربعات وحطينا الديستينيشن طبعه تست دوت اي بي كي حطي سمينا تست دوت اي بي كي نجي للالهوست الالهوست هون ما حنحط الالهوست اللي هو الاي بي طبع الكالي لا نحنا ماننحط الببليك اي بي بي بنوم نجيبه من جيبه من الراوتر نروح على ننزل على الوان وفي عندنا اي بي ادرس بناخد هيدا اي بي ادرس اللي بيقلب الوان اوكي ممكن عندك انت يكون او حسب هون حسب ما بيرجع للانترنت سيرفز بروفايدر او الخدمة اللي مقدم لك ياها او انت شو موقعك بنسبة للنتورك حسب حسب هيدا الشيء بتكون عندك بيكون عندك نوع الاي بي ادرس اوكي طيب اخدنا الاي بي ادرس هون وحطيناه بالااا بالخاصة بالاماس افينهم عملنا للبيلوت تمام صريحي موجود عندي على الديسك توب بهذا الوقت في مية طريقة اني ابعط لشخص خارج الشبكة فيه ابعطه عن طريق اذا بد اي ابعطه عن طريق باستخدام الاباتشي ويب سيرفر. هاحكي عنا بالفيديو التاني كيف منعمل للاباتشي ويب سيرفر. نحن نعرف انه الاباتشي بيفتح على نفس الشبكة تبعنا. ولكن فينا خليه يفتح على شبكة خارج الشبكة بنفس الطريقة. نخلي يفتح لبر. طرنا بالفيديو اللي جاي. طيب. خلينا نحن هلا هنحكي بشكل مبسط. طردنا هيدا. بعدته على جهاز الاندرويد. تمام? نزلت انا عندي هيا على 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 الكمبيوتر. هيا وبعته على جهاز الاندرويد. تمام? هيدا جهاز الاندرويد عندي هون. خلينا نروح على الفايل. اه. اوكي. موجود عندي هيا تست اي بي كاي. اوكي. لكان عندي تست اي بي كاي شغال عملت له انستول وعندي هيا هون المين اكتيفيتي. بهيدا الوقت هنروح على هنروح على الترمينال الجيلي وافتح امس اف كونسل لأعمل او اتصال بين الجهاز الاندرويد والكالي. نتبه للكماندز هون. هنحط متل العادة. هنحط آآ وحنحط الهوست هون ما بيكون كمان الخاص بالكالي. بنحطه اربع صفار متل ما شايفين. محط انتر البورت. اربعة اربعات. بنعمل رام. اوكي. هلا فتحنا مع اي جهاز خارج الشبكة موجود عنده هيدا البيلو. طيب هنشوف انه نحنا عنا هون نحنا شبكين على شبكة رينجر. هنجي للاندرويد ونشوف على اي شبكة شابك. هحطوهم بالنص لحتى تكون واضحة الصورة. اوكي. شابك على شبكة تانية اسمها قاسم. اوكي? يعني نحنا خارج الشبكة تبعنا هلا. هنجي على البيلو. هنجبس على البيلو. خليه نشوف سوا اول ما نجبس على بيلو. شو هيصير? متل ما شايف. هيدا الاي بي تبعي. اللي هو موجود داخل بيلو. وهون هيك صار عندي تحكم بالجهاز بشكل كامل. بنهاية الفيديو ما تنسى دعمك على القناة. هد لايك بطن خلي الفيديو يوصل. شاركونا على كل وسيلة التواصل الاجتماعي. وبرجع بذكر لاي شخص عنده اي استفسار او اي سؤال. ما يبخل بتتواصل معي على الانستغرام او على التليجرام. كل اللينكس موجودة بالبيو وبالديسكريبشن داون. اه واكيد اه فولو على تيك توك لانه في شورد فيديوز كتير اوية عم من مرؤن هناك. اه شكرا كتير على المشاهدين تروينا بالفيديويات اللي جاي. وبرجع بذكركم الفيديو اللي جاي احنا نحكي فيه كيف نعمل للأباتشي ويب سيرفر خارج الشبكة طبعا. كتير على المشاهدة.